قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونسيف أن أطفال قطاع غزة يواجهون ظروفا صعبة وسط انتشار للأمراض الجلدية والبيئة غير الصحية والأعمال العدائية التي لا تنتهي وشددت المنظمة الأممية على الحاجة المسى إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة كما أفادت منظمة أنقذ الأطفال البريطانية بأن نحو 121 ألف طفل في غزة فقدوا نتيجة الحرب الإسرائيلية على القطاع ومؤكدة أن العديد من الأطفال المفقودين عالقون تحت الأنقاض أو محتجزين أو مدفونين في قبور غير معروفة